السلام عليكم. بدنا نبلش اليوم الجبر المنطقي او البولي هي اول شي بدك تعرفيه انه هو نسبة سبب تسميته طبعا هات كان سؤال وزاري هي نسبة الى العالم جورج بول جورج بول هو اللي بلش او صمام الجبر المنطقي او الجبر البولي. خلينا نبلش من البداية اللي بدنا نحكي او العبارات اللي ضروري انت انك تعرفيها وتفعلها فهمها. هس احنا بنعرف انه داخل جهاز الحاسوب العمليات كلها بتتم داخل جهاز الحاسوب بناء على علاقات رياضية يعني بحد الدقوة الوظيفة اعتمادا على علاقات رياضية بتم تمثيلها داخل جهاز الحاسوب. كيف بتم تمثيلها داخل جهاز الحاسوب طبعا كلها علاقات منطقية او جبرية. العلاقات المنطقية او جبرية هي بتتم من خلال نموذج رياضي. اذا تحدد الوظائف وعمليات الربط من خلال نموذج رياضي يمكن ان يمثل بعلاقات منطقية أو جبرية هسا بدنا نعرف كمان إحنا إنه العالم جورج بول هو عالم قام بتقديم أسس الجبر المنطقي بشكل واسع في كتابه الأشهر دراسة في قوانين التفكير هذا الكتاب حاولي كمان إنك تفهمي تحفظي اسمه اللي أكد فيه على إنه لازم يستخدم صيغة جبرية في وصف عمل الحاسوب الداخلي إنه لما بنستخدم الصيغة الجبرية أسهل من التعامل مع البوابات المنطقية يعني ما بقدر أظل أنا أرسم بوابات منطقية وتعامل معها فحولها لصيغة جبرية أسهل للتعامل طبعا المتغير منسميه منطقي إذا كان بياخد قيمة 0 أو 1 يعني صح أو خطأ ما إلو حالة ثالثة ما بياخد إلا صواب أو خطأ أو صفر أو واحد يعني true أو false المتغير المنطقي ممكن ياخد أي اسم ممكن ياخد A, B, C, D أنت تسميه بأي اسم زي المتغيرات اللي إحنا بنعرفها تعطيه أي اسم هو ما بهمنا طبعا عندك كانت الحروف كبيرة أو صغيرة هسا بما أنه إحنا بدنا نتعامل مع المتغيرات المنطقية فهذا بيدل أنه النظام العد الثنائي هو الأنسب لتمثيل الأعداد والرموز وتخزينها داخل جهاز الحاسوب وبالتالي يمكن استخدام أرقام نظام العد الثنائي اللي هي 0 وال1 لتمثيل حالات المتغير المنطقي لأنه المتغير المنطقي ما بيوخد حكينا إلا 0 أو 1 نبدأ هسا نشوف شو المقصود بدنا نبدأ هسا نشوف شو المقصود بالعبارات الجبرية وإيش العبارات الجبرية المنطقية اللي إحنا بدنا ناخذها حس العبارة الجبرية المنطقية هي أي عبارة ممكن تكون عبارة عن ثابت منطقي يعني ممكن تكون 1 هذا بعتبره عبارة جبرية منطقية ممكن تكون 0 بس لأنه هي بتدل على true وهي بتدل على false وممكن تكون متغير مثلاً المتغير ممكن تكون w بس بشرط أنه ما بيأخذ إلا قيمة إما 0 أو 1 غير هيك ما بيأخذ وممكن يكون مزيج من الثوابط والمتغيرات تفصل بينهم عمليات منطقية يعني ممكن أحكي العبارة ممكن تكون عندي مثلاً a or b not one and zero لاحظي هون في عندي هاي متغير منطقي متغير منطقي هاي متغير وهاي ثابت ثوابت شو فصل بينهم عمليات أو خلينا نحكي عمليات منطقية ال and ال not وال or فإذن هذا عبارة عن مزيج من المتغيرات المنطقية الثوابط المنطقية بيفصل بينها أو بيجمع بينها عمليات منطقية هسا العمليات المنطقية إحنا بنعرف إنه أنا عندي عملية العملية الأولى عندي not وعندي and وعندي or هذول العمليات المنطقية هسا نت أنا كيف بدي أمثلها كعملية جبري أو بالجبر المنطقي بيتم تمثيلها مثلا إحنا بنحكي not a كي بدي أمثلها بنعبر عنها بالشكل هذا a not هاي العبارة أو هاي الخط اللي فوقيها بتعني not not a يعني متممة a شو يعني متممة a يعني إذا a كانت one بتصير zero إذا كان zero بتصير one يعني عكسها not أحيانا بيسموها المتممة not أحيانا نطلق عليها المتممة المتممة كيف تمثيلها بالجبر المنطقي إنه نحط هاي الإشارة فهاي بتعني not a الآن أنا بالأول ها رحكيكو كلهم كيف منمثلهم وبعدها رح نرجع نحكي عنهم واحدة واحدة هسا الآن مثلا a and b ما بدهم يظلوا مثلا بالعملياتها بدهم يتعاملوا معاها بشكل جبري أسهل حكينا للتعامل فهاي كيف بنعبر عنها and a and اللي هي النقطة b النقطة هاي بتعني and الor هسا x or y الor بدي أعبر عنها بالطريقة هاي x plus y هاي بتعني or بس لاحظ هيك طريقة التمثيل والتعامل معها بتكون أسهل خاصة بتكون في عندي عبارات طويلة التعامل معها بالطريقة هاي بيكون أسهل نبدأ فيهم واحدة واحدة هسا ذاكرين احنا لما كنا لما أخذنا بدنا نبدأ بأول وحدة اللي هي النط وسميناها المتممة وطريقة تمثيلها بتكون بأخذ هذا الخط أو خلينا نحكي بنرسم فوقيها خط هسا مثلا أنا عندي نط اكس كيف بدأ أمثلها راح تكون اكس وهي النط هيك هاي بتعبير الجبري التعبير أو العبارة الجبرية المنطقية راح تكون بشكل هذا هاي العبارة المنطقية العادية هاي عبارة منطقية جبرية بدل ما استخدمت نط بدل الكتاب استخدمنا رموز طيب هسا احنا بنعرف انه الجدول الحقيقة للنط ممكن يكون نط طبعا لها مدخل واحد ايه وهونا بنشوف نط ايه ايه ممكن تكون ون أو زيرو احنا بنعرف انه نط ايه بدها تكون نط ون راح تكون زيرو نط زيرو راح تكون ون ما بدي انا اتعامل بالطريقة هاي بدي ااخذ بدل نط ايه ااخذ ايه واحط عليها هاي الاشارة هاي بتعني نط ايه نط ايه يعني اذا كانت اي ون راح تكون زيرو او المتممة اذا كانت زيرو راح تكون ون المتممة يعني الحالة الثانية او الحالة العكسية إذن بالمختصر راح يكون في عندي الجدول هيك في عندي A وفي عندي نط A إذا كانت A0 نط A1 إذا كانت A1 ذا تكون نط A0 طيب نيجي هسا على العملية الثانية اللي هي عملية الاند طبعا الأولويات نفس الشي نط أند أور عملية الاند بتم تمثيلها بنعبر عنها بالنقطة أو بالرمز شكل هذا هاي العبارة الجبرية المنطقية لعملية الاند راح تكون بالشكل هاد يعني اللي نفرض كان عندي A and B and C كيف راح أمثلها؟ راح تطلع عندي هيك A and B and C يعني بلعا أنت تتخيلها زي كانها اختصار للكتاب طيب نشوف جدولة الحقيقة للاند الاند بدها متغيرين مثلا خلينا نغير عن A و B نحكي X و Y هسا X ممكن تكون 1 و 1 و ممكن تكون 0 أو 0 و لما تكون 1 ممكن تكون Y 0 و ممكن تكون 1 و Y 1 ممكن تكون 0 و 0 ممكن تكون 0 و 1 اللي هنه أربع احتمالات الذاكرين اثنين للقوة عدد المتغيرات اثنين راح يطلعوا عندي أربع احتمالات واحد اثنين ثلاث اربع هسا X and Y احنا ما بنا نكتبها بدنا ناخذها جبريا راح تكون X ضد Y يعني X and Y هسا 1 and 0 راح تطلع 0 1 and 1 راح تطلع 1 0 and 0 راح تطلع 0 0 and 1 راح تطلع كمان 0 فإذا هي بالزبط زيها زي الاند بس اللي اختلف طريقة التعبير فيها طيب نيجي هسا على العملية المنطقية اللي ظلت عنا اللي هي الأور الأور احنا بنكتبها بالشكل هان يعني مثلا A or B هسا جبريا راح تكون بالشكل هاد A plus B إذن هاي الإشارة بنعبر عن or بالإشارة plus جبريا بنعبر عنها بplus هاي جبريا نشوف هسا يعني لو كان عندي A or Y or M كيف بدأ عبر عنها A بتنزل or plus Y or plus Y M راح تطلع بالشكل هاد هاي جبريا طيب نشوف جدول الحقيقة للor كمان سهل زي ما احنا أخذنا لنفرض في عندي طبعا or إلها مدخلين خلينا نفرض عندها X وعندها Y وعندي X or Y بدنا إياها بالطريقة هاي طبعا عندنا متغيرين معناته عدد الاحتمالات اثنين للقوة اثنين تطلع عندي 0 بالضبط زي هاي or ما اختلف عليها أي شي بس طريقة التعبير هاي بدل or طيب نشوف هسا لو كان في عندي أو بدي أرجعنا بهك لتنفيذ الأولويات تنفيذ الأولويات احنا منعرف الأقواص بعدين not بعدين and بعدين or طبعا الأقواص دائما هي بالبداية لو كانت عندي أنا عبارة منطقية خلينا بدي مشان اختصار الوقت بدي أخذ مثلا في عندي نشاط ثلاثة 11 بدنا كلهم نحولهم في عندي أول عبارة بنشاط ثلاثة 11 أول عبارة فيهم كانت a and not b هسا بدنا المطلوب فيها نحولها لعبارات جبرية منطقية هاي عبارات منطقية بدي أحولها لعبارات جبرية منطقية مش منطقية هذه جبرية منطقية إذن تحويل لعبارات جبرية منطقية نشوف هسا طبعا إحنا نحكينا الأولوي عندي and وعندي not الأولوي لا not not b أنا هسا بس بدي أحول ما بدي أحل not b ببلش عندي أنا ببلش بنط b لو أنا بدي أحل العملية لكن تحويلها وتمثيلها منبلش فيها من اليسار اليمين بنزل a and نقطة not b يعني b وعليها هاي الإشارة هايها بس هاي العبارة الأولى العبارة الثانية بتحكيلي not a or b and c لاحظوا أنا هون ما بدي أحل فمش ضروري أمشي على الأولويات أنا ببلش هسا من اليسار لليمين وبحولهم أول بأول not a يعني a لها هاي or plus b and يعني نقطة c تنزل فإذن رح تطلع not a or b and c لو بدي عند الحل بدي أبلش بالآن لكن عند التحويل عادي ببلش من اليسار لليمين ثلاث الثالثة بتحكيلي a and b and not c نبدأ برضو a بتنزل and نقطة b تنزل and نقطة not c c وعليها الخط نيجي على رقم أربعة رقم أربعة بتحكيين a or not b and not c تأكد أنا صحيحة b and not c طيب هسا بنا نبلش a تنزل a مثل ما هي or يعني plus not بترك not not هاي للقوس كامل فأنا بالأول هسا بدي أحليل القوس جوا القوس ال b بتنزل زي ما هي and نقطة not c يعني c وعليها خط هسا هذا كله معمول له not يعني هذا كله بحط عليه خط لأنه not للقوس كامل يعني not للعبارة هاي كامل ممكنك تحطيها بين قوسين آخر واحدة خمسة آخر واحدة بتحكيينا not a or not b or c and d نتأكد لأنه أنا منعاتي أنقول غلط not b or c and d بدنا نبلش هسا not a يعني a وعليها هي الإشارة or يعني زائد هسا نفتح القوس not b يعني b وعليها الإشارة متى بترك النط للأخير إذا كانت في قوس قدامها بتركها آخر شي عشان نحطها على القوس كامل not b هي b وحطيت عليها not or زائد c تنزل الآن نقطة d تنزل وبسكر القوس هي تحويلها عملية سهلة جدا وعملية كتير حل طيب بدي أشوف حسا إذا بدنا نحل عبارات جبرية كيف بدنا نحلها بدنا أهم ها هنا بدي أراعي الأولويات أنا في عندك نشاط ثلاث عشرة نشاط ثلاث عشرة ما أعطيني بدنا نحل ما أعطينا قيمة a تساوي واحد و b تساوي زيرو و c تساوي زيرو و d تساوي واحد بحكيلي بدي أحل العبارات التالية العبارة الأولى النشاط الأول العبارة الأولى اللي هي a plus b dot c plus d طبعا هاي هون إشارة هنا هون في عندي كمان إشارة طيب هسا هون نراعي الأولويات ليش هم بدي راعي الأولويات لأني أنا بدي أطبق بدي أنا في الدقاء وجد ناتج نهاي الأولويات هنا أول شي خلينا نزيمة تعودنا احنا نعوض القيم one or zero and zero or one هون في عندي متممة وهون متممة أو نات هسا صارت عندي بشكل ها هاي بعد ما عوضت هاي عندي العبارة هاي بعد التعويض بدي أبلش أحل فيها هس الأولويات مين عندي لنط فبنزل الباقي زي ما هو هاي zero هاي zero plus نات ون رح تطلع زيرو والنط هاي لسه ما نفدتها أنا نفدت النط الداخلية هسا ضايل عندي نط هاي هسا باجي النط هاي موجودة عندي على هدول الثنتين فبالأول بحلهم بعدين بوجد النط فواحد بتنزل plus zero ضد هسا بدي زوح تحكي لي طب نطلها الأولوي طب نطلها مين نطلها هاي لا zero or zero فبالأول بحلها بعدين بوجد النط زيرو or zero zero وهاي النط بتنزل هسا صار عندي كمان نط one or zero and نط zero one هسا صار عندي and or الأولوي للآن one or zero and one zero one or zero رح يطلع الجواب عندي سوري رح يطلع الجواب عندي one هاي الجواب النهائي عندي one طب نيجي على العبارة الثانية العبارة الثانية بتحكينا ايه ضد and b نط a and not b بين قوسين plus c ضد not d نط هسا هون هنا في عندي قوسين بابدأ من القوس اليسار بعدين القوس اليمين لأنه عندي اذا موجود اكثر من قوس نبدأ من اليسار هسا نبدأ بالقوس الاول في عندي نط وفي عندي نط برضو بابدأ من اليسار نط ايه سوريا خلينا بالاول نعوض ال a اللي هي one اذا not one and ال b zero not zero or c zero and d one not هاي صارت العبارة عندي بالشكل هاد بعد ما عوضنا القيم اذا اول ايش عوضنا القيم هسا بدي ابلش بهاد القوس one not one رح تطلع zero dot not zero هسا صار عندي او هاي منكملها زي ما هي zero dot one not نيجي هسا هسا عندي not zero الها هي الاولوية فبلش zero dot not zero one سكر القوس والباقي كله من نزلوا زي ما هو هسا بدي نكمل برضو القوس هاد حتى نخلص منه zero and one zero خلاص منطلع من القوس كملناه كامل هاي من نزل هذولا زي ما هنا هسا في عندي القوس هاد القوس في جواته not فبابلش بها اذا zero بتنزل وهي zero بتنزل not one zero هسا صار عندي هون هاد القوس اله الاولوية zero zero and zero zero صارت zero or zero رح يطلع الجواب عندي zero النقطة الثالثة النقطة الثالثة اللي هي او العبارة الثالثة العبارة الثالثة اللي هي في عندي خلينا هاي شوي a plus b dot c عندي هسا في عندي a plus b عليهم متممة وفي عندي هاد كله عليه متممة بدي ابلش هسا انا اعوضهم حكينا انه اي عندي one plus zero dot zero plus one هسا هدول عليهم نقطة وهذا كله هيك عليه نقطة ماشي هاي العبارة صارت عندي بالشكل ها هاي العبارة اللي انا بدي احلها نبدأ طبعا في عندي من اليسار لليمين عندي هاي نط نط في داخلها من one or zero فلازم احل هاي بالاول one or zero رح تطلع عندي one وعليها متممة وبكمل الباقي زي ما هو يعني انا هون بس حليت اللي تحت نط بجوز واحد تقولي طيب ما هي نط هي الاولوية ليش نفدتي اور لانه النط لone or zero يعني نط للقوس هذا كامل لهذول العمليتين فنازم لهاي العملية فانا لازم اكمل العملية عشان اقدر اخذ الها نط لانه نط مش لا واحد لحالها ولا لا تزير لحالها نط للعملية بعد ما تتنفذ فانا بنفذ العملية بعدين باخذ الها نط نفدت العملية one or zero طلع عندي one وحطت الها النط ونزلت باقي المعادلة زي ما هي هسا في عندي هسا الاولوي لنط نط one zero والباقي بنزله زي ما هو هاي العبارة صارتين طيب هسا عندي and وعندي or قبل ما انفذ النط اللي نقول هن عندي and zero and zero zero or one وكمان هاي طب zero or one one متممة وراح تطلع بالنهاية عندي zero وهاي الجواب النهاية هسا شو بالنسبة لتمثيل العبارات الجبرية باستخدام البوابات يعني تمثيل العبارات الجبرية باستخدام البوابات المنطقية البوابات احنا بنعرف فين بوابت and or not نفس يعني نفس الحكي اللي كنا نحكيه كأنها كأنه بنكتب عبارات عادية هسا في عندي يعني من التجارب السابقة اللي مرت علي انا رح احكيك شو ممكن تعملي انا عندي هاي العبارة طبعا هسا هو أنا بدي انا احل نشاط ثلاث اثناش ماشي همو بدهم نرسمها ونوجد الناتج النهائي ماعطينا هو القيم ماعطيني انه A تساوي زيرو وعندي B تساوي وان وC تساوي وان وD تساوي زيرو هذولا القيم ماعطيني هنا السؤال عندكم موجود بالكتاب نشاط ثلاثة اثناش هسا هاي كي بدي امثلها اول شي عندي انتي اذا عرفتي هاي B وهاي نط هاي B هسا صار عندي هاي نط B هسا الاولوية بعدي هلمين للاند النط بي معمول لها مع اي فباجي هون هاي اي بعملها مع نط B هسا كله هذا الاولوية هسا ما اضلش عندي غير القور القور بدها مع ناتج هذا كله فهون بعمل لها مع ناتج كله وهيك منكون احنا رسمناها طيب لو عوضت القيم هون عندي مش بحكي انه عندي B وان وA زير وC وان دي ما في عندي هون خلينا نشوف نط وان رح تصير زير زير وان زير رح تصير زير هسا زير وون رح يطلع الجواب عندي وان هاي رح تطلع نتيجة النهائية رح يطلع عندي الجواب وان نجي على العبارة الثانية اللي بدهم نرسمها العبارة الثانية على فكرة رسمها سهل ما بدو شي بس اني كتفها من الرموز هاي نط هاي اور هاي and هاي نط بس هون بدنا نرعي الأولويات خلينا نجي هسا الأولوي لمين للسي اللي داخل القوس ماشي للسي اللي داخل القوس فأنا هسا بدي أرسم عندي C مررها على نط هاي C مررتها على نط الأولوي اللي داخل القوس هسا الأولوي للان نط C بدعملها and مع B هاي B وبدعمل لها and مع نط C هاي طلع الناتج هسا الناتج كله بدعم بدي أعمل اور مع مين مع اي هاي اي وهي اور هسا بدي أحكي لك شغلي بس في طالبات كانوا يحبوا ما بدهم يمثلوها بالطريقة هاي يحكوا احنا بدنا نحولها لنط A اور ويحولوها تحويل B and not C ويرسموها بالطريقة هاي يعني يحولوها بالأول العبارة منطقية عادية وبعدين يرسموها مع انه هون نفس الشي اذا فهمت انه هاي اور وهاي and وهاي نط وهي ان شاء الله منكون كملنا كيف ممكن نمثلها وفي عندك انا رح ابعت لك الاسئلة ورح ابعت لك كمال حلول الانشطة مشان اذا بتحبي انت انك تجربيهم ويعطيكوا العافية حبيباتي هاليش هنا نسينا انه في عندي نط نط A بدها تمر هون هون في عندي نط A لانه هاي في عندي هون نط انا معلش ما كنت منتبهيت لها ويعطيكوا العافية اشتركوا في القناة